وحنرجع نتكلم عن اللي بيحصل في الكورة والكلام ده ولكن النهاردة أنا بقولي الكلام ده كله ليه؟ بقوله لأنه النهاردة كان فيه مؤتمر كالعادة مؤتمر شياكة مؤتمر احترافي مؤتمر عنوانه الفخامة الفخامة لأنه هو ده النادي الاهلي زي ما حضرتك شايف كده حاجة محترمة حاجة جميلة إعلان النادي الاهلي النهاردة للراعي الخامس لو أنت داخل المؤتمر بلاش وانت داخل من بره خالص من الباب من بره تنظيم وفخامة هتعرف على طول أن ده النادي الاهلي هتعرف على طول أن ده النادي الاهلي شريك في هذا المؤتمر لأنه النهاردة كان الإعلان عن شراكة جديدة للنادي الاهلي مع راعي جديد وهو شركة شل العالم الشركة العالمية اللي بتفتخر برعايتها للنادي الاهلي مش إسلام اللي بيقوله الله يعني كل المسؤولين والعاملين بالشركة بيفتخروا بشراكتهم مع أكبر الأندية الشرق الأوسط مش كلام إسلام ولكن هو ده الكلام اللي ألوه حنسمعه لحضراتكم دلوقتي كبير الرياضة في مصر النادي الأهلي كبير الرياضة في إفريقيا النادي الأهلي مين مش هيكون فخور بالنادي الأهلي وبنظامه وبنبادئه وقيمه وإنجازاته ده فعلا العلامة البارزة في تاريخ الرياضة في مصر وأفريقيا شفنا الشيكة المؤتمر شفنا الترحيب الكبير من مسؤولي شركة شيل بمسؤولي النادي الأهلي وعلى رأسهم الكابت المحمود الخطيب اللي بادر بالترحيب بمسؤولي الشركة وأكد أن النادي الأهلي دائما يرتبط اسمه بالكيانات الكبيرة لأنه هو كبير الرياضة المصرية أكد أيضا على سعي ورغبة النادي الأهلي في إنجاح أي شراكة مع أي كيان وده بيكون نجاح للأهلي والكيان الشريك الرئيسي وكابتن خطيب برضو عدد المزايا مزايا النادي الأهلي عن باقي المنافسين فالنادي الأهلي زي ما قلت لحضرتك في بداية كلامي النادي الأهلي يمتلك أربع مقرات يضم تسعتاشر لعبة سبعين تمانين مليون تسعين مليون أنا مش عايز بس ما يقولكش ده بيبالغ وبيعمل تبتتكلم في سبعين تمانين مليون أهلاوي وأكد على فخره بإن النادي الأهلي بيساند كل المنتخبات الوطنية الحقيقة في كافة الألعاب وكافة المراحل السنية وده مهم جدا جدا أوعى حضرتك تفتكر إن أي عقد رعاية بيتم توقيعه أو أي عقد شراكة بيتم توقيعه بيبقى الموضوع أنت بتصرف على تسعتاشر لعبة أنا والله سمعت أرقام هي موجودة في الميزانية ولكن برضو خلينا نتأكد من هذه الأرقام إن مثلا الفلوس اللي بتصرف على نظافة مقرات النادي الأهلي مبلغ كبيرة جدا جدا عشان عضو النادي الأهلي يبقى قاعد عضو جمالة وما في النادي الأهلي يبقى قاعد فيش ورقة مرمية حواليه ما فيش حاجة حواليه كده ولا كده ده لمجرد أن مجلس الإدارة شاف أن هناك بعض التقصير في بعض الأمور فهتخش أو لما تيجي تتكلم عن أرقام هيجي وقت وأتكلم مع حضراتكم في هذه الأرقام ولكن لما تيجي تتكلم عن أرقام هتسمع حاجة رقم النظافة ده مثلا في الاربع خمس مقرات اللي موجودين في النادي الأهلي الرقم ده هو النادي الأهلي بيعمل كده علشان إيه علشان أعطاء جمعيته العمومية وده اسمه النادي الأهلي فما ينفعش يبقى فيه ورقة مرمية هنا ولا ورقة مرمية هنا ولا كذا ولا كذا الحقيقة مهم جداً أن حضراتكم تبقوا عارفين هذه الأمور لأن الكابت الخطيب كمان أكد على أن الرهان دائماً بيكون على إيه على إيه على وعي جمهور النادي الأهلي ومسندته لكل فرق النادي كل فرق النادي